هذا ويواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وخروج المصابين ورعاية الدولة حيث دخلت عبر المعبر اليوم 150 شاحنة مساعدة إنسانية وتبية وأربع شاحنات وقود فضلا عن سيرات إسعاف مقدمة من السعودية والكويت كما وصل من الجانب الفلسطيني عبر المعبر دفعة جديدة من المصابين والجرحة يجرى نقلهم تباعا للعلاج في المستشفى المصرية إضافة لوصول أعداد جديدة من حملة الجنسيات الأجنبية الذين يغادرون غزة في طريقهم لبلدانهم هذا ومن المقرر أن يتفقد معبر رفح غدا عضوان من مجلس الشيوخ الأمريكي برفقة السفيرة الأمريكية اشتركوا في القناة